أهلاً السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أشكركم على هذه الاستضافة هذا واجبنا استمعت قبل قليل أستاذة لانتباعات مختلف تلاميذ من ولاية غردايا بعض المترشحين كانوا قالوا على أن الامتحان كان في متناول تلاميذ استمعنا لمترشح من ولاية البيض قال على أن شعبة الأداب كان الامتحان نوعاً ما صعب أنا نتكلم بصفة عامة أو أي شعبة كان فيها الامتحان نقول على أن الأسئلة لم تكن مباشرة أو لم تكن أيضاً واضحة في بداية الأمر أقول أن البداية كانت محفزة التلاميذ من شأنها أن تمتص التوتر الذي كان يختلج صدورهم في الأيام الماضية قبل إجراء الامتحان لكن بصفة عامة المواضيع كانت في مستوى تلميذ المتوسط يعني تلميذ الذي كان طيلة الموسم الدراسي يراجع دروسه ومركز مع الأستاذ ومع المقرر الدراسي يمكنه الإجابة بكل سهولة وبكل أريحية لا يمكن أن أقول أن المواضيع كانت صعبة إلى درجة لا يمكن أن يجيب تلميذ ولا سهلة إلى درجة الركاكة يعني كانت متوازنة نوعاً ما بالنسبة للموضوع أدب وفلسفة كان بسيط مقارنة بموضوع اللغات كانت أسئلة مباشرة حول المديح النبوي في المحور الأول يعني كان حول الثلاثي الأول للموسم الدراسي وهذا الموضوع لم يتطرق إليه لم يتطرق إليه الوزارة منذ سنة 2010 معناها كان متوقع نوعاً ما من قبل الأستاذة وكان أيضاً في المقرر الدراسي طبيعة الحال قلت من الثلاثي الأول موضوع اللغات كان حول المنفى وهو موسم الدراسي ثاني وأسئلة نوعاً ما لنقول سهل ممتنع يعني غير مباشرة لكن تلميذ الذي اشتهد طوال السنة الدراسية يمكنه الإجابة بالنسبة للموضوع العلميين أبسطهم يعني كان أبسط من الأدبين وهذا طبيعي لأنه مادة غير أساسية ومحفزة ثاني لهم وكان يتحدث على موضوع اجتماعي لمفدي زكريا هذا بالنسبة للشعب نعم هذا يعني بصفة عامة خلينا نشوفوا بالنسبة للمواد اللي عندها العامل مرتفع في لغة العربية شعبات الأدب العربي فقط أستاذة لو نتكلم بالتفصيل كده ما رح شكلمه الحلول لكن سنتكلم بقراءة وتفصيل بالنسبة للموضوع الأول وكذلك بالنسبة للموضوع الثاني الموضوع الأول بالنسبة للأدب وفصفة كان يتحدث على الزهد مزج بين الزهد والمديح النبوي وهذا في الوحدة الأولى بينما النصر تحدث على هو كان مقال نقدي وهو أيضا من الفصل الأخير موضوع نصري بسيط يمكن التميذ أن إذا راجع دروسه كذا يستطيع أن يجيب عليه بكل أريحية الأسئلة كانت متسلسلة من حيث الصعوبة طبيعة الحال بكالوريا لا يمكن أن تكون بتلك السهولة رح يكون سؤال في مستوى التلميذ ضعيف ثم السؤال الثاني رح يكون في مستوى التلميذ الأكثر فهما رح يكون سؤال مستوى التلميذ الذكي الأذكاء اللي حضر أكثر معناه كين تسلسل في التدرج من حيث السهولة والصعوبة هذا وفقط أيضا الأسئلة بناء الفكري تقريبا كانت ربما التلميذ الذين طلعوا على موضوع بكالوريا 2010 يجدونها في نفس المحتوى مثل العاطف مثلا في القسيدة عاطفتان واضحتان هذا السؤال نفسه موجود في بكالوريا 2010 يعني التلميذ الذي طلع على 2010 يمكنه الإجابة على هذا السؤال بالتحديد الأسئلة اللي كانت غير مباشرة بالنسبة للموضوع الأول في مدة شعبة الأدب الموضوع هو السؤال ثالث جمع الشاعر في القسيدة بين المدح والزهد هذا يطلب من التلميذ فهم وتدقيق للقسيدة يعني يحتاج التلميذ أنه يدقق ويشرح القسيدة ويفهمها فهم ويتمعن فيها وفي معانيها حتى يستطيع أن يستخرج من القسيدة كيف مزج الشاعر بين المدح والزهد تقريبا كان هذا هذا هو السؤال اللي كان يحتاج تركيز يعني لو نتكلم عن مستوى المترشحين من الممتاز المتوسط والضعيف بنسبة لهذا المضوع الأول الممتاز يمكنه أن يتحصل على علامة 18 بكل سهولة بين المتوسط وضعيف كانت تعتبر محفزة محفزة نعم هذا بالنسبة للموضوع الأول لو نتكلم عن الموضوع الثاني دائما مع شعبة الأداب الموضوع الثاني كان عبارة عن مقال نقدي بالثلاث الثالث في المقال النقدي يتحدث على الشعراء ونوعا ما أشاروا إلى المدرسة الواقعية الألم وشعراء وإحساس الشعراء التقييم النقدي أخذ من الشعر يعني الالتزام الالتزام من التلميذ شهد الالتزام في الشعر بعض التلميذ ربما ركزوا على فن المقال بعد ذلك يجدون المحتوى من الشعر يعني هذه المفاجأة اللي كانت في الموضوع يعني مزجوا في الموضوع بين الشعري والنطر لكن التلميذ اللي كان قلت يجتهد ويركز لن يجد صعوبة في هذا المجال أبدا يعني كانت النقطة الوحيدة التي يمكن أنه يكون التلميذ يطلب على أنه يكون فيه تركيز أكثر أو سؤال وحيد بالنسبة للموضوع سؤال وحيد بالنسبة لتقييم النقدي بينما البناء الفكري وبناء اللغوي باستنباط المعاني والتكرارات وكذا من ناس والتحليل والتفسير يجيب التلميذ بكل سهولة تقييم النقدي هو الذي كان فيه المفاجأة فيه يعني مأخذ من محاور الشعرية هذا فقط وأنتم كأساتذة في المادة كنتم تتوقعون على أنه يكون الاختيار حوله أو نوعية إلا تكون هكذا نعم نعم وهذا الموضوع في الزهد كنا قد تطرق تطرقنا إليه الفصل أول وامتحنا التلميذ فيه ومزجنا أيضا بين الزهد المديح عن نفسه يعني في المؤسسة وكانوا التلميذ متوقعين وحضرناهم حتى الآخر لحظة لدجا الحصة الماضية كانت يوم أمس كنا قد أجرينا ملخص شامل حول المحاور وكذا ووجهناهم يعني كانوا في المتناول وكان متوقع طيب أدعوك للبقاءة معنا أستاذة دليلة سنتوقف عند فصل مشاهدنا ونعود لاستكمال هذا النقاش رحب بكم مشاهدنا من جديد وجدد كذلك الترحيب بالأستاذة في مادة الأدب العربي من التنوية الرياضية الوطنية دليلة فور أستاذة ننتقل الآن إلى شعبة أخرى شعبة الأداء ولغات أجنبية كنا تحدثنا قبل قليل في الكواليس أشرتي إلى أن هذه شعبة والمادة أسئلة الإمتحان كانت نوعا ما غير مباشرة ونوعا ما مفخخة نعم وهو كالمعتاد يعني دائما لغات أجنبية مواضيع البكالوريا تكون غير مباشرة أسئلة غير مباشرة والتلاميذ على دراية كافية بهذا الموضوع الموضوع الذي تطرقوا إليه هو موضوع المدرسة الكلاسيكية المحور المحاور الفصل الثلاثي ثاني يعني كانت من الفصل الثاني يستنفذوها تلاميذ ودرسوها حول شعر يتحدث على المنفى والأسئلة أيضا فيها تسلسل من حيث صعوبة لكن غير مباشرة مقارنة بالأدبيين لو أين تكمن الصعوبة بتحديد؟ الصعوبة أن التلميذ يحتاج تركيز في القصيدة ويحتاج أن يكون على دراية كافية بمضمون هذه المدرسة ومضمون البرنامج والمقرر هنا الصعوبة فقط لكن التلميذ الذي كان مركز يمكنه الإجابة أيضا السؤال ربما هو اللي رح نترحولك بنسبة لباقي الشعاب اللي كان فيه نوع من الصعوبة وربما لم تكن فيها الفكرة واضحة تبا من ولم يكن جد مباشرة لحظة الأول والثاني الثالث متأكدة أن تلميذ لن يجدوا فيه صعوبة السؤال الرابع هو اللي يحتاج فروقات فردية ولن يجيب عليه إلا التلميذ اللي يتمكن شوية ما هو سؤال بالتحديد؟ بعار بين مطلع النص وخاتمته ومستنتجا وجه شبه ووجه اختلاف بينهما كان مطلع النص عبارة عن نظرة تشاؤمية للشاعر يتحدث عن الغربة وعن التوحد والابتعاد عن الأهل والخلاء في المقطع الأخير الشاعر تفائل يعني كان تكامل اختلاف ولا تباين الأولى متشائم في المقطع الأخير متفائل هذه الفكرة والتلميذ لازم يفهم الأبيات حتى يمكنه الإجابة على هذا السؤال هذا بالنسبة للموضوع الأول نعم موضوع الأول نعم هذا بالنسبة للشاعر تقييم النقدي كان بسيط جدا ثاني يتحدث عن المدرسة الكلاسيكية واتطرقوا لها وأسئلة مباشرة في التقييم النقدي هذا بالنسبة للشاعر تقييم النقدي تحدث على النصر العلمي المتأدب للقزويني وهذا كان موجود في الفصل الأول الأسئلة كانت عادية مباشرة نوعا ما في البناء الفكري وبناء اللغوي تقييم النقدي هو الذي كان غير مباشر مقارنة بالشاعر وعليها أربع نقاط هو الذي كان فيه صعوبة نوعا ما هذا فقط طيب حتى نتحدث عن باقية الشعب لكن بالصفة عامة الأسئلة كيف تبعت وكان لديك أكيد احتكاك بالموترشحين كيف رأيت ذلك بالنسبة لباقية الشعب؟ في اللغات؟ لا بالنسبة لشعب اللي مازال ما ترقنا لهاش عواد الأداب وبالنسبة لرياضيات وشعب الباقية تحدث على شعبات رياضيات علوم تجربية وكذا هذا بطبيعة الحارة سيكون أصعب لأنه المعامل عالي ولأنه الحصص كانت أيضا الحصص بالنسبة للعلميين والأدبيين ليس نفس الشيء وعندهم دروس تدعيمية كثير وكذا مركزين أكثر في المادة طيب نتكلم الآن بصفة أهمة أستاذ دليل فور هذه السنة كانت سنة استثنائية بالنسبة لكل سلك التربوي حتى أيضا بالنسبة للتلاميذ بحكم على أنه البداية كانت بأخذ عطلة بحكم الوضعية الصحية لكن السلك التربوي تمكننا من رفع التحدي حدثينا على كيف جرت وكيف كانت وتميزت هذه السنة خصوصا ونحن نعلم أنتم بالتناوية الرياضية الوطنية هناك نظام خاص في الدراسة وكل شيء نوعا ما خاص مقارنة تنبيع المؤسسات التربوية الأخرى أولا بالنسبة للمؤسسة التاعي بالمناسبة نوجه تحيير زملائي والمدير وكذا طاقم الإداري المؤسسة تحمل نوع من الطابع الخاص طابع خصوصية باعتبار أنه تلاميذ لديهم تحديات رياضية وتوجهات رياضية وتحديات أكاديمية فيما يتعلق بالدروس والحصص وكذا بالتالي على هذا الشيء أن مسؤولية تلاميذنا ستكون أكبر من مقارنة من مسؤولية وزارة التربية والتعليم كانت عندنا فترة توقفنا عندها مدة عشر أيام لكن الحمد لله بفضل الله استطعنا أن نتدارك هذا الموضوع واستطعنا أن نكمل البرنامج التلاميذ حتى أن نقدرنا أن نخصوهم فترة للمراجعة والتحفيز والتشجيع والتوجيه وكذا معناها حضرنا التلاميذ أحسن تحضير بالنسبة لمؤسسنا بالنسبة الوزارة التربية والرياضية لدي تواصل مع الأساتذة في هذا المجال أيضا تداركوا هذا الموضوع رغم أنه كانت إضرابات وغذاء وكذا هذا فيما يخص مؤسسنا كما قلنا سلك التربوي كان من رفع التحدي اليوم البداية كانت بمدة الأدب العربي كما أشرنا على أنه البداية كانت محفزة لكن حتى لو المترشح ربما لم يتمكن من التركيز أو لم يتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة ولم يوافق في الامتحان الأول ما هي النصائح التي تقدمها لكل المترشحين أول نصيحة لنصحت بها تلاميذي وأنصح كل مقبل على البكالوريا هو أنه بمجرد أن ينهي موضوع الامتحان لا يتطرق إلى الحل لأنه ممكن تلميذ مترشح البكالوريا يلعب معه العامل النفسي في هذه الفترة أكثر من العامل المعرفي التوتر والخوف وغير ذلك بالتالي من الأحظة أنه عندما ينهي المادة أو يمتحن في مادة معينة بمجرد أن يخرج من باب المؤسسة يغلق الموضوع ويتوجه إلى مادة أخرى ويحضر نفسه إلى مادة أخرى أيضا أنصحهم بأنه إذا أنهوا المادة حتى ربما لم يتمكنوا من العمل الذي كانوا في مستوى أذهانهم وكذا يتوجهوا المواد أخرى يعني لا يفقدوا الأمل بمجرد أنه مادة خذلوا فيها حتى يكملوا الأسبوع كاملا أكيد وحتى هذا النصيحة وجهة أيضا الأولياء بالنسبة لك طبيعة الحال الأولياء يلعبوا تدور كبير كبير في نفسية المقبل على البكالوريا مفروض الوالدة والوالية الأمر عندما يدخل للبيت تحاول أنها تمتص التوتر أنها تحضر له أكل مناسب أنها توفر له الجو العمل من الأحسن أنها تحاول أنه تضحك نوع من المرح والراحة بينسى هذا التوتر يعني الوال الأولياء سيكونوا يما دافع سلبي يما دافع إيجابي بالنسبة للتلميذ طيب قبل الختام كأود معرفة ترأيك في نقطة مزارة العدل مؤخرا وسعت الإجراءة ردية في حق مرتكبي الغش في الامتحانات الرسمية كان ذلك قبل انطلاق هذه الامتحانات كانت أبرقة نواب العام لدى المجالس القضايا لأجل التنسيق مع الجهات الأمنية كأستاذ تنتمين للسلك التربوي كيف ترين هذه الخطوة؟ طبعا هذه خطوة مشرفة أولا للوطن أمام الرأي العام وأمام بقية الدول للجزائر لأنه من المفروض والبكالوريا عامة لابد أن يكون فيها نوع ميناء المزداقية سواء من طرف التلاميذ أو من طرف الأساتذة المكلفين لأنه بالنهاية هذه رأي أمانة مسلمة في يد الأساتذة أو في يد الإداريين أو رؤساء المراكز واجب أن نحملها ككل كافة الشراع والعلم في هذا الموضوع قبل الختام سيدة دليلة ربما كلمة توجيهها لكل المترشحين وحتى لتلاميذك بالثنوية الرياضية الوطنية أولا أشكركم على هذه الاستضافة الوقت كان معكم ممتع جدا وأتوجه بالشكر الجزيل وبتحية خاصة لعائلتي الكريمة ولأصدقائي ولزملائي في الثنوية الرياضية وأيضا تحية خاصة لمدير الثنوية سليمان مخلوف سليمان الذي شجعني على هذه الخطوة وأستاذ حجاج أيضا كانت هي الدافع الكبير أيضا في هذه الخطوة ونتوجه تلاميذي ونتمنى لهم بالتوفيق وما تنسونيش الباتيس اللي وعدتوني له إن شاء الله كل توفيق لكل تلاميذ وحييك وأحيي كذلك كل قائمين على التنوية الرياضية الوطنية السيدة دليلة فور أستاذة في مادة الأدب العربي أشكرك مجددا على تلبية الدعوات